التربية بثقيلة بعد أن اتهمت بعض أساتذة الثانوي المضوين تحت لواء مختلف النقابات بتحريض تلميذ أقسام البكالوريا على الاحتجاج والمطالبة بالعتبة هناك أقويل بأن هناك أساتذة نقابيين يدفعون بالتلميذ إلى المطالبة بالعتبة عملية التحقيق هذه لابد أن تكون على مستوى المؤسسات التي تشهد سنويا الاحتجاجات للمطالبة بالعتبة الدروس لأن الثانوية التي يتكرر فيها هذا الاحتجاج سنويا فمعنا هناك إن في هذا الأمر هذا النقابات من جهتها نفت أن يقوم أي أستاذ بفعل التحريض مؤكدين أنهم أول من يقف ضد فكرة العتبة لكن مثل هذه الاتهامات نظن هي اتهامات مسؤولة وغير مقبولة ولن نقبلها ووزارة لها كل الإمكانيات بشتحقق في مثل هذه الأمور إذا كان موجودا هذا الشيء فليكشف على المؤسسات وأسماء هؤلاء الأساتذة أو المديرين وعن حتى الهوية النقابية التي تكلموا عنها ونحن إن حدث هذا فنحن براءة من مثل هذه السلوكات نقول لأبناء التلاميذ بوضوح العتبة أو مصطلح عليه العتبة ما هو إلا شيء مذر بمستقبلهم الدراسي الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذة رفعت اتهاماتها إلى الوزارة الوصية التي وعدت بفتح تحقيقها